وإن حكمت أي اخترت أن تحكم فاحكم بينهم بالقسط الحق حتى لو كانوا كفاراً حتى لو كنت تبغضهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرأوا بالتقوى عبد الله بالرواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخرص النخيل في خيبر بعد أن صالحه من النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في السنة السادسة أرسل عبد الله بالرواحة يخرص عليهم فلما أو بداية سنة السابعة فلما جاءهم عبد الله بالرواحة حاولوا أن يرشوه يهود فائدة حاولوا أن يرشو عبد الله بالرواحة فقال لهم يا معشر يهود لقد جئتكم من أحب الناس إلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أبغضوا الناس إلي يعني شين تعطوني رشوة ما رح أقبل أنتم أبغضوا الناس إلي ومع هذا سأعدل بينكم مع أنكم عرضتم علي الرشوة وأنا أبغضكم وكذا لكن مع هذا سأقيم العدل فيكم الله أكبر اليهود لم يجدوا إلا أن يقولوا له بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل بالعدل قامت السماوات والأرض نعم